بنسبة كم في المية من لعيب نادي الزمالك تحملوا كل هذه الأوضاع الصعبة داخل قط اللبس عشان عادة ده بتيحصل في الزمالك والأهل والإسماعيل يقولك إيه اللعبة كلها كانوا هايلين وجدعان وحلوين وكل الكلام ده سواء حيات الأمر من الكواليس مش الكل بيبقى مساند والكل بيبقى داعم كل واحد يقولك لأ أنا عايز مصلحتي وفلوسي ومليش دعو بقى أي حاجة تاني كم واحد أو كم نسبة تحملت هذه الأوضاع الصعبة في نسبة مالك زي ما حضرتك كابتن أسامة تحملت هذه الأوضاع الصعبة أكيد مش كله أكيد لا معاكيد مش كله وأكيد جمالي زي ما لك فهم أنه مش كله لو قلنا نسبة مقاوية أنا مش عايز أقولك حتى عدد عشان برضو بحطكش في حرج آخر نسبة ممكن نقول مثلاً تمانين تمانين في المية كباسين تمانين في المية تحمل وعشرين في المية لا اللي أنا شفته برضو اللي أنا شفته في الفترة بتاعتي أنا دي كانت صعبة جداً أن أنت يعني ممكن فيه لعيبة مش عايزة تلعب أو لعيبة فترة صعبة يمكن أنا لما مسكت في الاثنشر يوم دول أو وحتشار يوم دول أصعب فترة في أصعب فترة في التاريخ نادي الزمالك يعني مفيش يعني المشار مش موجود بس الناديم مش موجود الفوصة عام محكوز عليها وإحنا عارفين لسه خارج من أفريقيا وردي مشينا الجاز مشي ففيه تلت تايم راحة يكلموك ابتنسبان يكلمك يقولك أحمد معلش انزل يوم أو يومين أنا ما جيت يا معا مش عارف أنا همسك مطش ولا مطش ولا تنين ولا تلاتة أنا جاي يوم أو يومين أن الأول كان اتجاه مدارب مصر صحيح صحيح فأنا جيت إنه أنا يوم أو يومين أخذت نزل مصر مأيجي صحيح حصل بقى الاختلاف إن مصري لأ أجنبي لأ طب معلش كامل مباراة بتاعت البنك طيب البنك ده كان في سادة في الطاقف في الأجند الدولية في لعيبة في منتخب تونس في لعيبة في منتخب مصر الأول في لعيبة في منتخب مصر الأولمبي حمزة مصاب عبدالشافي مصاب فتخيل اتناشر لعيب مش موجودين عشرة تمانية منتخبات اتنين مش عايزين لعبوا مثلا أو حالتهم النفسية مش عايزين لعبوا اتنين اتنين إصابة فأنا قلتها حتى بكده قلت القايمة المطش البنك الأهلي والبنك الأهلي في الدولة بعدها بأسبوعين القايمة دي عشرين لعيب في عشرة ما أقولش معاي أجري المصابين عشرة عشرة سبعة أساسيين والتنينة بره طيب أرجع أقولك تاني برده طب العشرة دول السبعة دول مسلا اللي مش معاك بلاص إن سيف جزيلي كان أعبر احتياطي مطش البنك فأقول تمانية كمان يعني أقول تمانية أساسيين ما كنش معاك اللي كان معاك بس من أساسيين كان شلبي وسيف جعفر بس والبقى كله وهل في لعيبة فعلا رفضت تلعب بعض المباريات معاك عبقى بيفوضوا بيستو بسياسة شوي بالسياسة أه أنا معلش أجابت إن أنا رجلي واجعاني اللي أم هي شدة عليها تكشف ممكن ما فيش عاجة أه كشفنا ما فيش عاجة أه كده فيها دي بقية اللي ولا خاليها في الظروف صعبة ودولكم بيعملوا كده بسبب مستحقات ولا بسبب الضغط الجديد لأ الضغط كان فيه ضغط عليهم كبير بعد مطش بوليزداد أه أه وما قدروش يعني يعني يخش يعني لعيب اللي ما قدرش يستحمل الضغط ده ينفع يلعب في الزمالك لا لا واللعيب اللي يختار مطشات ما ينفعش يلعب في الزمالك يختار مطشات طبعا ما أنا حصل أكده في مطش المصري في لعيب منهم ما لعيبش البنك ما لعيبش المريخ قال لي أنا مصاب وجي السبت حد الاتنين مطش المصري الثلاث عايز يخش مطش فأنا لفط لفط تدخل مطش المصري بعد كده جاء عليك اللوم جاء عليب اللي بعد مطش عطول هو أكلم المتشعر طريبا قال له أنا جاهز وسليم كلم برضو ممكن حد في الجاهز قال له آه ده كان جاهز سليم بس ما تقلش ما تقلش ما تقلش هو كان سليم برضو مطش المريخ كان سليم برضو مطش البنك ليه ما تقلش موسيقى